قبل كان هواي ناس يتهمون بوكتها يتهمون ترامب بأن هو حط هذول المهاجرين للجن عبر الحدود يحطهم ببنايات صغيرة لكن يعني واحد الحق يقال أنا هسد تشوفوني إنه محايد أنزل على ترامب أنزل على الديمقراطيين بايدن أوباما ما عندي مشكلة ولازم تسعرون الرأي المحايد أفضل لكم المسألة كانت أصلا من وقت أوباما لكن الإعلام كان متغاضي عنها فمن صار ترامب بدأ الإعلام أنه يبين بأن ترامب هو دي يعزل العوائل دي يفصلهم واحد عن اللاخ ودي يخليهم بقفاص وغير هاي الأقفاص أصلا كانت مبنية في وقت أوباما لكن الإعلام كان مصادق لأوباما أكثر المهم بعهد ترامب أصدر قرار سماء البقاء بالمكسيك هذا القرار شنوه اتفقوا يا المكسيك قالوا بعد ما يصير تعبرون مهاجرين إنه اللي يريد يدخل على أمريكا لازم يقدم طلب واحنا ننظر بالملف لكن خلال هاي الفترة يبقون بالمكسيك اللي هو يسمو ستين مكسيكو آه طبعا الديمقراطيين ما قبلوا بهذا الشي لكن هذا القرار تطبق في وقت الرئيس ترامب السابق وبقى لحد نهاية حكمه هذا القرار من إجر رئيس بايدن أول شي سواء ألغى جميع قرارات ترامب بهذا الخصوص كل شي إلى علاقة بالهجرة عن طريق المكسيك اللي هم يجوم بدون موافقات كلها ألغاها الرئيس الحالي بايدن ألغى قرارات ترامب سابقة وفتح الحدود لعبور المهاجرين طبعا بصورة عامة أكو هي على أساس سيستم لكن المسألة بدي يشوفوا حسنا بدي يقولون الضباط مع الهجرة على الحدود بدي يقولون أصلا ماكو سيستم مدى نقدر نسوي شيئا لدي يفوت يفوت ما نقدر نطلع فضباط الحدود والهجرة شي سوون أول ما يجندون للمهاجرين بس ليوصلون للحدود لازم يستقبلوهم ويحددونهم مواعيد مع المحكمة حتى ينظرون طلباتهم بالهجرة وبعدها يطهموا المنظمات إنسانية أو كنائس أو غيرها هذا هو اللي دي يصير الولايات اللي عبر حدودها هؤلاء المهاجرين هي الولايات الحدودية اللي أكثرها جمهوريين مثل تكساس أريزونيا وفلوريدا هذه أكثر الولايات اللي يفوت عن طريقة هذول المهاجرين عن طريق المكسيك وهذه تعتبر اللي هما يسauها ما تعتبر ولايات ملاذ آمن اللي هما يسموها Sanctuary State أو Sanctuary Cities أو Counties هاي الولايات ما تعتبروا ولايات ملاذ آمن يعني هم بصورة عامة ما يرحبون بالمهاجرين ولا حتى باللاجئين إذا تذكرون قصة اللاجئين قبل أريزونا أو تكساس بالتحديد قالت احنا ما نريد لاجئين بعد فهي هم لاوية اللاجئين ولاوية المهاجرين اللي هم هذولة اللي عبرون الحدود فهاي الولايات الجمهورية ديقولون انه هذولة كثرتهم دي يجون علينا الحكومة مادة تتبناهم دي يجون دي يعيشون بنصلا واحنا ما عندنا ريش الامكانية المادية مادة يصر عندنا ضغط مالي وبايدن مادة يقبل يساعدهم يعني جد ما يدي يقولوا للبايدن ساعدنا يقولوا معدكم ميزانية وسووا شيء اللي يتساعدون به هذول الناس وهو اللي يحط القرار لهم انه لازم تستقبلوهم لكن مطاهم المساعدة الكاملة طبعا لولايات المرحبة اللي تستقبل هذول المهاجرين يسموها سانكشوري ستيت اللي هم اغلبهم ديمقراطيين مثل كاليفونيا اللينوي نيويورك واشنطن العاصمة لذلك وذكرنا هذا سابقا ذا تذكرون سوينا فيديو ذولة حكام الولايات الجمهورية تكسرس وغيرها اللي هم ولايات حدودية دي يستقبلون هذول المهاجرين شا قاموا يسوون انتقاما من القرار مال بايدن قاموا يرحلون هذول المهاجرين مباشرة بالباسات الى الولايات الديمقراطية اللي هي الولايات العاملة يعني قاموا شي يسوون انه يجيبون دول المهاجرين اول ما يدخلوهم على الحدود يستقبلوهم ينطوهم معلومات وياخذوا معلوماتهم وغيرها ويدزوها مباشرة باس يدزوهم الى نيويورك او شيكاغو باللينوي او واشنطن العاصمة طبعا هاي الولايات ذولك هم الولايات الديمقراطية ويقولوا نحن نرحب بالمهاجرين لكن ما كانوا متوقعين انه المهاجرين اللي جون لتكساس او فلوريدا او اريزونا يجيبوهم الباسات الى هالدرجة يعني من الباس من تكساس الى نيويورك او الى شيكاغو او يعني انه مستحيل واحد يسويها لكن دول حكام الولايات جمهورية بدوا يسووها حسب ما دايقولون تكساس حاطين ميزانية 120 مليون دولار فقط للباسات على مودي يودون دولار ذيك الولايات ما عندهم مشكلة يدفعون فلوس على مودي يؤذون الولايات الديمقراطية وهالفلوس ممكن يستعملوها على مودي يساعدون دول المهاجرين يبقون لكن بصورة عامة هي المسألة سياسية وخاصة اذا نسمع حاكم ولايات تكساس وحاكم ولايات فلوريدا اللي هو هذا ابوت مال تكساس وديسانتس مال فلوريدا دول اثنينات هم جمهوريين هذول من اهم الاسماء اللي ممكن تترشح للرئاسة اذا ما ترشح ترامب وهي رسالة بان الولايات الديمقراطية ديقول لهم انتو مو ملاذ امن مو تقولون احنا نشجع الهجرة والمهاجرين واحنا نريد نساعدهم اوكي هايات هم ده ندزلكم اياها بالباصات فده يوصلون انه ارقام كل باص او باصة ثمانين شخص فبعد هاي الولايات شن اللي تسوي هي الولايات الديمقراطية فوصلت حاليا هاي الولايات الديمقراطية الى اصعب مرحلة من قلة المساعدات والامكانية للمساعدة المهاجرين ما كانوا متوقعين انه جماعة الولايات الجمهورية انه صدق يدزون هذولا بالباص فصارت حاليا عدهم ازمة مالية مش لهم بايدن مدى يساعد لا الولايات الجمهورية وحاليا حتى مدى يطلبون من بايدن انه نطينا فلوس طينا فلوس على مدى نساعد دول المهاجرين بايدن نفسه مدى يطيهم فلوس حاليا وصل تأثير هذا الموضوع لدرجة انه عمدة واشنطن العاصمة اللي هي حاكمة الولاية بالمناسبة واشنطن العاصمة واشنطن دي سي ما تعتبر ولاية وما عدهم حاكم او حاكمة ولاية لهذا السبب الحاكمة مال ولاية اللي احنا يعني فعليا هي تعتبر العمدة مال الولاية ماكوش اسمه حاكمة ولاية واشنطن العاصمة بس حبيت أتطيكم هاي المعلومات اجعل السريع اللي سوتها هي العمدة مع الواشنطن العاصمة طلبت حتى الحرس القومي لان هما ماكوا ولاية ما يعتبرون ولاية واشنطن العاصمة فماعدهم حرس قومي خاص بالولاية الناشنال قارد اللي هو الفيدرالي او الناشنال قارد اللي هو خاص بالولايات هي مو ولاية فماعد هذا الشي وطلبت تموير طائرة لكن الحد الان رفضوا هذولة نياناتهم لان دايجونوا هواية بالالاف دايحولوا بالمئات حاليا الى هذي الولايات دايحولون فذولة ماعدهم مين يجيبون فلوس فتورطوا الديمقراطيين اللي هما جماعة الملاذ الآمن والجمهوري ماعدهم مشكلة يصرفون فلوس بس عالمودي يشيلون دولة المهاجرين ويشمروهم على الولايات الديمقراطية دايقلهم انتو تقولون احنا نرحب بالمهاجرين نهياتهم رحبوا بيهم على راحتكم بايدن ووكل ببداية هذا الامر نائبة ما لتكامل لهارس قال انا ما عليب هذا الموضوع مع المهاجرين انا رح اخلي النائبة ما لتكفل بكل شي راح اخذت لها فرع على الدول ما لامريكا الجنوبية امريكا اللاتينية واخذت لها زيارة على الحدود اخذت صورتين او ثلاث صور وبعد ماكو شي بحد الان ماكو جواب منها على اي شي الى علاقة بالحدود الحل ما لالجمهوريين كان انه يا با سدوا الحدود كافي نستقبل هذول الناس خلي نلتهب اللي عدنا اه خليهم ما يحيرون بدولهم هذول الناس الديمقراطيين كان حلهم اللي هو حل بايدن اللي اقترح او كامل لا هارس انه لا احنا ننطي تمويل لهاي الدول هي اللي دايجون من عدها اللاجئين على مود يوضعون ووضعهم حتى انهم يطلعون من عدهم ناس ويصيرون اه لاجئين طبعا هذول المهاجرين او اللاجئين طبعا احب اعطيها المعلومة هذول يعتبرون اسايلم سيكر شون احنا جماعتنا اسايلم سيكر هذول نصا نفس المسألة هم اسايلم سيكر ويسجلون اسماءهم ومعلومات اقاربهم او اما يدخلون على الحدود يطلعون معلوماتهم واقاربهم وين رح يسكنون والضباط مال الهجرة على الحدود يحددونهم مواعيد بالولايات اللي يريدون يروحون لها حتى يقابلون ضباط هجرة ويشوفون ملفاتهم ويقررون انه رح يبقون بامريكا انه حالتهم صدق تستالي بقون بامريكا ويحصلون على صفحة شرعية او يرحلوهم خارج امريكا حالها حال مسألة الاسايلم اللي هم جماعتنا من جال يدنا طبعا اعداد اللي دي عبرون على الحدود يومية دا تزيد وديجون سيرا على الاقدام عبر المكسيك من مختلف دول امريكا اللاتينية واذا تذكرون قبل فترة طرحة هذا الموضوع وشفت شرحت اعداد الناس اللي دي يجون اللي هي بالآلاف وطبعا هاي الدول اكثر هي اما عندهم حروب او عندهم حروب اهلية او سيطرة عصابات او دا يواجهون كوارث طبيعية من تلتم تلتم يعني فهذولا دا ينزبون من هاي الولايات دا يجون مش عبر المكسيك ودا يحاولون يدخلون لامريكا ايج مباشرة بدون اوراق رسمية او بدون اي فيزا او غرين كارت او اي شي طبعا الديمقراطيين يشوفون انه استقبال هاي المهاجرين هو واجب انساني على امريكا ويستمرون بسمعة امريكا اللي هي دولة المهاجرين واللي هو التمثال ما الحرية دا يقول انه جيبوا للناس اللي تبانين مالتكم اني استقبلهم اوكي وانه كل الامريكان هم من اصول مهاجرين هذي اللي يستعملوا حاليا الديمقراطيين وديقولون ماكو شي اسم امريكي اصلي كلنا مهاجرين ما عدا السكان الأصلين هم دولة أمريكان أصلين فأمريكا لازم تبقى تستقبل هذول المهاجرين وما يصير واحد يقول مهاجرين غير شرعيين فهذه هي وجهة نظر الديمقراطي وجهة نظر الجمهوريين أنه الهجرة لأمريكا لازم تكون بالطرق الرسمية حتى يحصلون على لجوء أو فيزا بدولة ثالثة وراء ما يسوون التحقيقات الأمنية شون المعاملات ما لتا من أجينا إذا كنا مهاجرين أو لاجئين يقضل لنا بالدول اللي هي دول اللجوء نقدم معاملة وننتظر تحقيقات أمنية وغيرها الجمهوريين يقولون لازم يكون عندنا هيت سيستم ماكوا واحد يجي يدخل الحدود ويدخل لا لازم أكوا قانون هجرة يمشون بالمعاملات اللي هي الرسمية بعدين يلا يدخلوا لأمريكا ودي يقولون نقطة إنه هذا الموضوع لأن إش داي يصير هالسا حاليا هذولا آلاف داي يجون عن طريق الحدود وأكثر من كم ولاية فاضطر بايدن شون اللي يسوي يسحب أكثر موظفين للهجرة اللي هم الضباط مع المقابلات مع الجنسية والجرين كارت وغيرها سحبهم على موض يقعدون على الحدود ويسوون مقابلات سريعة ويدولا المهاجرين ويحددونهم مواعيد مع المحكمة فهذا اللي يسوه شنوه بدأ يأخر معاملات الجرين كارت والجنسية وشكوا معاملات ويأدارة الهجرة والجنسية وحتى معاملات الأسائلم سيكر القديمة اللي موجودة سابقا حتى ذولا هستأخرت ملفاتهم لأن أكثر الضباط حاليا حاطوهم على الحدود بس على مودي يملون استمارات وملفات ممكن غيرهم يسووا وهي الناس دي يقولون أنه أوباما فشل بالموضوع ترامب همينا واعد بالمسألة وفشل بالموضوع وحاليا بايدن همينا فشل بالموضوع فكل رؤساء أمريكا بصورة عامة فشلوا بحل مسألة حل مشكلة الحدود الأمريكية ويا المكسيك طبعا كاليفونيا حاليا نحن دي نتكلم على أكثر الولايات اللي دي يودون الباصات إلي اللي دي يسفرون أو يرحلون المهاجرين هذولة إلها بصورة عامة نيويورك اللي هي ولاية نيويورك مدينة نيويورك اللي حاليا دي يقولون بعد ما عدنا مكان نسكن بيه دول الناس كل المكانات قبل طبعا هذا المكان الأول شيكاغو اللي هي في ولاية إلينوي طلعت العمدة من المدينة شيكاغو قالت ما عدنا فلوس احنا يعني وهذا اللي سوا حاكم ولاية تكساس يعتبر مو أخلاقي شون انت تجيب ناس من عندك وتحولهم إلى شيكاغو لكن تعهدت انه تساعدهم أما عمدة واشنطن العاصمة قالت ما عدنا فلوس وين نقدر نستقبلهم فهاي الولايات الرئيسية حاليا أكثر ولايتين بعد من هي يسموها سانكشوري ستيت اللي هي ترحب المهاجرين وولايات ملاذ آمن تعتبر كاليفونيا ومشيغن فعلى الأكثر حاليا فلوريدا حاكم فلوريدا وحاكم تكساس اللي رح يسووه حاليا رح يبدون يتحارشون بالحكام الديمقراطيين اللي هما همينه من أكثر المرشحين للرئاسة بالانتخابات 2024 اللي هي بصورة عامة الحاكمة والولايات كاليفونيا جافن نوسن والحاكمة مع الولايات ميشيغن هذولا اثنين همينه من ضمن الأسماء اللي ديتم مناقشتها كبدلاء البايدن بالانتخابات من 2024 بدأت شوفون اثنين جمهوريين مرشحين حاكم فلوريدا وحاكم تكساس إذا مرشح ترامب واثنين ديمقراطيين مرشحين رح يكونون بالانتخابات الثانية فأكيد رح تبدي الحر شمال باصات إلى كاليفونيا ومشيغن بالفترة القادمة انه يدزون دول المهاجرين بالباصات لهم باعتبار انه ديقول لكم انت ولاية ديمقراطية مرحبين طبعا هذا الموضوع قلت لكم من اهم المواضيع اللي رح يناقشوها في انتخابات شهر الدعش القادمة اللي هي بالمناسبة انتخابات شهر الدعش ما بيها انتخابات رئاسية فقط يعني ولايات وغيرها فانتو شنرأيكم اكو حل وسط يرضي كل الاطراف خصوص هذا النوع من الهجرة انتو تشوفوه هذا صح او لا طبعا نعرف احنا هكوها معاملات حاليا مع الهجرة والجنسية متأخرة طبعا بسبب ظروف كورونا الوضعية لحد الان لكن انه سحب ضباط الهجرة ووضعهم على الحدود وانه بس دا يقابلون هالملفات اكيد مؤثر على الملفات الثانية شنوعدكم ببالكم اي حل وسط ممكن يرضي كل الاطراف بخصوص هذا النوع من الهجرة هذا صح اشتركوا في القناة